وقال منسق اعتصام مهجري الكرام عمار العمور إن المشاركة القوية من المؤسسات جاءت بعد التوقيع على عريضة تؤكد على ثوابت الثورة السورية وإسقاط النظام بكافة رموزه والإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين إلى قرى نحن نكون بهذا العمل وبهذه المشاركة الكبيرة من هذه المؤسسات والفعاليات وبعد التوقيع على عريضة كنا قد أعددناها والتي تؤكد على ثوابت الثورة السورية بوحدة أراضيها وإسقاط النظام الحاكم بكافة رموزه والإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين إلى قرىهم طبعا المهجرين في الداخل والخارج نحن نتكلم عن المهجرين ليس مهجري حوران نحن نتكلم عن جميع المهجرين مهجري حمص وريفها نتكلم عن مهجري ريف دمشق ريف الغربي والشرقي جميع مهجري سوريا ونكون بهذا قد أسمعنا صوتنا إلى العالم أجمع وأعدنا الثورة سيرتها الأولى ورونقها الثوري الجميل بهذا الحراك الثوري السلمي وبعد التطمينات والتعهدات من قبل هذه المؤسسات الثورية نحن في اليوم الرابع قد أنهينا هذه المرحلة من الأتصام ترجمة نانسي قنقر